اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ريمون تادر هنقدم لكم النهاردة اهم الاخبار الرياضية اللي حصلت اعلنت لجنة المسابقات باتحايد الكورة واللي بيشرف عليها عامر حسين عقوبات الجولة 13 من مسابقة الدوري مصري ممتاز وكان من اوبرز العقوبات النهاردة تغريم الدخلية 20 الف جنيه لليعتراض الجمعية على الحكم في مبارات البنك الاهلي وكمان تغريم بيرامدس 20 الف جنيه لسباب الجمهير و20 الف جنيه اخرى بسبب تجمع اللاعبين حول الحكم في مبارات فيوتر ده بخلف اقاف عبدالله السعيد مباراة واحدة بعد الترد للانذار الثاني وتم تغريم عبدالزاهر الساقة المدير الرياضي بنادي فيوتر 20 الف جنيه اخرى لتأخر تسليم سكورشيت للحكم في الموعد المحدد وتوقيع غرامة على الاسماعيلي 20 الف جنيه للسباب الجماعي و20 الف جنيه اخرى لتجمع حول الحكم من الاعتراض وغرامة كمان 20 الف جنيه على الزمالك لعدم حضور فريرة المدير الفني مؤتمر الصحفي بعد المباراة وبالنسبة المباراة الاهلي والمصري تم تغريم النادي الاحمر 20 الف جنيه للسباب الجماعي و20 الف جنيه اخرى لتجمع اللاعبين حول الحكم من الاعتراض بالاضافة لتغريم النادي مصري 20 الف جنيه للسباب الجماعي ونستم استمره في أخبار اتحاد الكورة وتم العلانة عن اجتماع مهمة جدا مع لجنة الحكام بالتنسيق مع رفطة الاندار الاجتماع سيكون يوم الاثنين اللي جاي لمناقشة أوضاع التحكيم وصب التطوير خلال المرحلة المقبلة ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة ودراسة كافية معالجتها تعالوا نشوف رائع الجماهير في التحكيم المصري ونرجع نكمل أخبارنا أنا شايف والله أن التحكيم حالياً حتى بعد التوكينات اللي هنا مطبقينها اللي ما فيش أي حاجة مطبقة بشكل كويس خالص خصوصاً يعني الحكام زيت نفسهم فيه مشكلة والتوكينات زيت نفسها يعني مش بتطبقة بالشكل اللي مفروض تطبق بي يعني هتلاقي فيه أخطاء كتير تحكيمية موجودة مفروض للفار كان يبلغ الحاكم بيها مبلغوش أنا لحد الوقت بصراحة أنا شايف برضو السلبيات كتير قوي موجودة وأنا مش شايف لسه اللي فيه جبيات واضحة اللي أنا قدر أقول يعني اللي هو إضاف بحاجة كويسة والله بصراحة أنا شايف إن التحكيم المصري من أول ما الدوري بدأ يعني والمستوى في النازل كل مطش بالنهاية فيه مشكلة كل مطش بالنهاية فيه مشكلة ما فيش مطش بيطلع كده لازم كله بشتاكي من الحكام فطبعاً بس ما نقولش بقى العزر بس على الحكام لأ اللعيبة برضو مقصرة بس الكمال الأكبر من الحكام هي اللي بتعمل مشكلة والله بسم الله الرحمن الرحيم التحكيم في مصر من زمان يعني فيه هو مشرف لمصر ومشرف للوطن العربي وبالنسبة لأفريقيا مشرف أي نعم بس فيه بعض المساوء ومعضة السلبيات موجودة زي إذا إيه دور في العالم برضو تلاقي جاني التحكيم فيها مشاكل من ناحية الإدارة من ناحية ومن ناحية بقى التنفيذ العملي وتدريب بقى الحكام في أرض الملعب وكده ونروح للنادي الزمالك اللي عنده مباراة مهمة جدا قدام بريمتز يوم الثنين اللي جاي في كاس مصر واللي لازم يطلع فيها فريق كسبان وشهد التدريبات للفريق النهاردة ومشاركة السنغالي إبراهيم نداي بعد غياب طويل بسبب الإصابة اللي كانت عنده وقدى نداي فكرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين ليقترب من العودة بشكل تدريجي لمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجامعية كمان قدى أحمد فتوح معبدالله جمعة صنائي الفري الأول لكرة قدم بنادي الزمالك تدريبات بدانية خاصة تحت إشراف محمد متحة المعيد البدني فريرة عقد جلسة مهمة جدا مع اللاعبين وطالبهم بنسيان الفترة اللي فاتت والتركيز على المنشاط اللي جاي خصوصا ماتش الكاس قدام بريمتز والليفوص فيه هيفرق في ساعدة ثقه للعبين نادي الزمالك بيمر في الفترة الأخيرة بتزبسوا بفت نتايج بعد التعادل في آخر مباراتين مع الدخلية والتحاد السكنداري وكلف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفن لفريق بريمتز جهازه المعاون بتجهيز تسجيلات للثلاث مباريات الماضية لفريق الزمالك بفتورة الدوري ممتاز وفيش شكل باتشيكو يهمه يكسب قدام الزمالك في الماتش اللي جاي خصوصا بعض الأزمات اللي بتلحل الفريق في الفترة الأخيرة وتهديد ملاك النادي بسحب استثماراته تعالوا نشوف رايجا مهيل في بيان بريمتز بشأن نسحب استثماراته ونرجع لكم بصفو أنا شفت الموضوع من كزا زاوية يعني مثلا هو يعني نادي برامتز نزل البيان ده على أساس أنه شف أنه مثلا فيه ظلم تحكيمي بيحصل حو حاجة وده مش مش يعني ده مش حاجة غريبة هو في العادي في أي دوري في العالم بيحصل فيها خطوة تحكمية فمش دي مش مشكلة ويعني تحسوا ممكن يكونوا كبروا الموضوع شوهية والله بوس خليمي تفكيرين برامتز فرقة كبيرة ومساعد ما هي داخلت الدول المصري ومساهمة بتاعها تغير من الفرقة الأديمة فرقة دي لفرقة برامتز هي بتالتتنافس وقدت يعني قدت حلاوة للدول المصري دي حاجة نحن متفقين عليها تمام لكن هم استغلوا الشعبية بتاعتهم دي لفحالة غلط يعني يقول لك بيان انهما يسحبوا الاستثمارات ومش عرف ايه عشان توقيتاتهم غريبة ومش عرف ايه عشان توقيتاتهم غريبة اشتركوا في القناة